كيف أخطاءه؟ شفت ما حصل؟ كانوا متأكدين أن الكاس راجع الكاس مروح مع الزمن الكوية فعايزين نعرف ما حصل؟ الغلطة كانت فينا؟ التشكيلة من البداية لماذا لا يوجد بسايد نمار من ناحية اليمين؟ كان يكون هناك جراءة هجومية أكبر؟ هو إدى الفرصة لعمر جابر لتحول إلى ناحية الشمال إكباراً لما كان هناك تغيير في الجهة اليسرى لما فتوح خرج بدعة الإصابة طيب بشكل عام انت لعبت بالثلاثة الوراء مش كل مرة لازم تلعب ثلاثة أربعة ثلاثة مشتقات يعني في الطريقة دي مثلاً زيزو بيبقى مفقود تماماً عشان يبقى واقعين عامل زي محمد مجدي أفشا كده لما بالعب في طريقة أربعة ثلاثة ثلاثة مع الأهلي مثلاً زيزو أمام عشور كانوا ممسوكين تماماً مية في المية آه قلنا قوة دفاع النادي للأهلي لكن انت فين حلولك اللي دائماً بتبهرنا بها لأنه دائماً بقى فيه مرونة عنده بيغير من طريقة اللعب بيخليها أربعة ثلاثة ثلاثة ومشتقاتها فبيدي فرصة ليزيزو بحرية حركة ناحية الشمال شوية هو أمام عشور الراجل الوردي المغربي اللي جي على أرض الملعب مع نادي الزمالك في هذا الموسم مش لازم محترفي يبقى أساسي وموجود ويلعب لأنه راجل أنا شايف أن المصاريين الموجودين بما فيهم اللي طلعين من فريق الأمل الصغيرين الشباب يعني أفضل بكتير من الراجل المغربي اللي موجود زكريا الوردي يعني وتسبب في الخطأ مع التمرير هو الآن على أرض الملعب طب انت مش عارف حالة اللعبين ما قبل وضع التشكيل في مبارزة يديجا مهرية كبيرة الراجل مخدود ولذلك مرر بالخطأ يعني برونو سافيو على سبيل المثال الراجل البرازيلي اللي موجود في النادي الأهلي هو صفقة هو يسم فيه في النادي الأهلي حسن منه كتير